كلمتين مع زكي حسنين تقول القصة الرمزية أنه في أم حريصة جدا على صحة ولدها اللي جابته حديثا قررت أنها تحمي من كل المكروبات والدراثيم والمشاكل اللي تواجه الناس عيشت ولدها في جو معقم كانت تنظف البيت وكأنه غرفة عمليات وكانت تمنع الناس أنهم يلمسوا ولدها إلا بعد ما يحطوا معقم على يدهم عشان ما تتنقلوا أي عدوى من أي أحد فيهم كبر الولد في هذا الجو اللي زي جو المختبرات وفي يوم من الأيام قاضوا الفضول أنه يخرج شوية من البيت في غفلة من أمه ومجرد خروج أخينا بدأ جسمه يلتقط كم هائل من الجراثيم والمكروبات اللي ما كان جهازه المناعي قادر أنه يتعامل معها دفعة واحدة حبيبي مرض وما قدر جسمه يقاوم وبعد أسابيع من المحاولات الطبية الحثيثة لإنقاذ الولد المسكين مات الكلمتين الحياة عبارة عن قطعة نسيج خيوطها عبارة عن أشياء متناقضة لقاء وفراق صحة ومرض ألم وأمل ومحاولة الحياة بدون ألم تعني تدمير نسيج الحياة هذه حقيقة قبلها مريح جدا وعملي جدا جدا وفي أمان الله كنتم معه كلمتين مع زكي حسنين كن يومي ترينا دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر